منجي تحديداً لسؤال الصبية السألت الخشونة الرقبة زيت زيتون منسخن زيت زيتون ومندهن منه زيت زيتون منسخنه عن ناره مندهن الركبة أو الضهر أو الرقبة أو أي مكان أي مكان مندهن زيتون منه هذا كتير بخفف الوجع إضافة ناكل بزر الرشاد بزر الرشاد فيه كتير أوميغا 3 نقص الأوميغا 3 هو بيكبب وجع بالعضم وبتحديداً بالركب بعدين ما بنعمل هيدا الرياضة كل يوم نحرك الركب يعني اليوم الست شوي كبيري بالعمر أو شوي ناصحة اسمينا يعني ما بتتحرك ما بتقوم تقلك إنه تعباني وهيدا كله بيعطي ضغط على الفقرات بسبب وجع دهر ضغط على الركب الوزن الزيت كتير إلو تأثير بهيدا الموضوع ناكل الباميا الباميا من الأشياء الرائعة جداً لخشونة الركب رائعة جداً جداً يعني إذا نحنا أخذنا منها لأنه هيدا المادة بتأول الغدروف هالمادة اللازجة اللي بقلب الباميا نكلها بشكل يومي لمدة سنة كل يوم أنا من الأشخاص اللي تقريباً تسعين بالمئة باكل كل يوم بامي يعني شو ما كون طبخة بكون عندي صحن صغير بامي هيدا بتأول عدم يعني مثل ما بقوله ترم العدم يعني إذا واحد عنده ضعف عنده ضعف يعني بهامته بصحته بس خشونة الركب ما إلا علاقة بالعدم هي هي بتأول عصب هيدا العدم عدم إجرين الجاج إجرين البقر إجرين الغنم كتير مهمين بس بأول بأول عصب بس نحنا للغو دروف مناخد هود الاشياء مندهن من زيت الألم